ما رأيكم في من يرى أن حجاب المرأة المسلمة وتسطرها يكون سببا في الشوق إلى رؤيتها وأنها إذا كشفت وجهها وذراعيها يكون سببا في عدم الشوق إلى التطلع أو النظر إليها هذا من دسائس أعداء الله وهذا من مكائل الشيطان يقول لهم أعداء الله ويقول لهم الفجر من الناس لو تكشفت لو أنها كشفت وجهها وذراعيها صار مع ذها قيمة ولا همية ولا نظر الناس إليها ويتحجبت ختنا الناس بها هذا من مكائل الشيطان بعد قد يقول لها لو أنها مشت عارية لكان أسلم فهذا النتيجة نسأل الله الحاصل أن هذا من مكائل الشيطان ومن مكائل أعداء الله فالله جعل الحجاب مانعا للشق قال سبحانه وتعالى في كتابه العظيم وهو أصدق القائلين وإذا سأتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم حكذا يقول ربنا عز وجل يقول إن الحجاب أطهر لقلوبنا وقلوب النساء فذل ذلك على أن عدم الحجاب أحبث للقلوب وأنه ينجسها ويخضي بها الهساب